موسيقى 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 وممن قتل مع الخليفة واقف الجوزية بدمشق أستاذ دار الخلافة محيدين يوسف بن الشيخ جمال الدين أبل فرج بن الجوزي ونشأ شابا حسنا وحين توفي أبوه وعظ في موضعه فأحسن وأجاد وأفاد ثم لم يزل متقدما في مناصب الدنيا لا أعظم ثم لم يزل متقدما في مناصب الدنيا هؤلاء هم التيمية يبحثون عن مناصب الدنيا فولي حسبة بغداد وولي أستاذ دار الخلافة وكان رسولا للملوك من بني أيوب وغيرهم من جهة الخلفاء أقول لماذا قال وغيرهم فهل يخجل منهج التيمية أن يذكر هولاكو وصلاطين وأمراء التتار ممن كان يراسلهم ويتودد إليهم الخليفة ويعلن الولاء والإطاعة والانقياد لهم ويرسل لهم الهدايا والأموال التي يغتصبها من الناس وكان ابن الجوزي مرسال الخليفة بها إلى هولاكو كما يدعي ابن كثير نفسه قال وكان رسولا للملوك من جهة الخلفاء وكما ذكرنا عن التيمية أن الخليفة كان يرسل الأموال والهدايا إلى هولاكو بيد ابن الجوزي وانتصب ابنه عبد الرحمن مكانه للحسبة والوعظ ثم كانت الحسبة تتنقل في بنيه الثلاثة عبد الرحمن وعبد الله وعبد الكريم لاحظ على الأموال كل الصراع من أجل الأموال هذا هو منهج التيمية أموال في أموال ليس عندهم شيء وقد قتلوا معه في هذه السنة رحمهم الله أقول الحسبة 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 من هنا نرى داعش المارقة يؤكدون على الحسبة والحسبة والحسبة فلهم أساس تيمي متجذر وملازم للإرهاب والتكفير ترجمة نانسي قنقر